السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآهل وسلم ما هي أسهل طريقة تختم بها الكرآن في رمضان عشر مرات نعرف بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم تخيل حضرتك وتخيل حضرتك ربنا يرفع قدركم ويجعلكم من أهل الكرآن الذين هم أهل الله وخاصته أولوا آمين اللهم آمين تخيلوا لو بنختم الكرآن ختمة في الأيام العادية بناخد ثلاثة ونص مليون حسنة وفي المقابل بيدغفر لنا ثلاثة مليون ونص سيئة وأتبأ السيئة الحسنة تمحها الله يعني الحسنة بتمح سيئة بفضل الله سبحانه وتعالى وهذا من كمال رحمة الله سبحانه وتعالى فما ظنكم بالختمة في شهر رمضان اللي أصلا بتضاعف فيه الحسنات بفضل الله سبحانه وتعالى طيب تعالوا نشوف أسهل طريقة ممكن نختم بها الكرآن في شهر رمضان عشر مرات وبكل يسر وسهولة مش هتكلف نفسك بتاعب بأن انت تقعد تقرأ خمس تجزاء وبعدين ترايح شوية وتقرأ خمس تجزاء الأمر هيكون فيه مشقة لكن بكل بساطة بكل بساطة احنا بنصلي كم فرد في اليوم خمس فرود فيه فترات متفوتة من النهار بفضل الله صبحي ظهر عصر مغرب عيشة قبل كل فريضة هنقرأ جزء وبعد كل فريضة هنقرأ جزء جميل كده يبقى كده عشر تجزاء أيها شيخ محمود بس انت نسيت حاجة مهمة إن صلاة المغرب بالذات هيبقى صعبة فعلا لك حق لأن احنا في قبل المغرب هيبقى مثلا منتظرين صلاة المغرب وبعد المغرب يبقى الإفطار طيب إنما نقدر نقرأ مش هنقرأ بعد إنما نقدر نقرأ قبل صح كده يعني على الأقل هتروح للمسجد حضرتك بعد ما توزع شوية الطمر الحلوين كده على الناس عشان تاخد أجر والثواب كل من كان صائما حولك بفضل الله تعمل كده أكياس في كل كيس كده خمس تمرات ولا سبع تمرات وتعدي كده على الناس قبل المغرب كده بساعة هتلاقي العربية توقفة في الشوارع وفي تكدس مروري ادي لكل واحد كيس وقوله بالله عليك افطر على الكيس ده ودعي لي ربنا يا بارد في عمرك تاخد ثواب بقى كل بعدد الكيس بقى وزعت 100 كيس تاخد ثواب 101 صامو يعني كأنك صمت رمضان 100 مرة في فضل الله سبحانه وتعالى وبعدين تروح المسجد بقى كده قبل المغرب بنص ساعة في النص ساعة دولت بفضل الله لو هتقرأ قراءة حدر كده سريع الى حد ما ممكن تقرأ الجزئين ولو هتقرأ قراءة متأنية هتقرأ جزئ وشوية وبعدين هتصل للمغرب وتروح تفطر بفضل الله سبحانه وتعالى طبعا مع الاذان هتاكل تمراتين ثلاثة وبعد كده ايه لما تروح هتفطر تمام وبعدك طبعا والنساء هتصلوا في البيت وليهم نفس اجر الجماعة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى بعد ما تفطر كده وتريح كده ربع ساعة وعلى نساء ساعة هتجهز نفسك عشان صلاة العشة والترويح ما بين ما بين بفضل الله سبحانه وتعالى الفترة اللي قبل العشة وما بين صلاة العشة بفضلها تقرأ تقدر تقرأ جزء قبل الاذان وجزء بعد الاذان ولو حتى ما قدرتش خلاص خليها الجزء اللي قبل الاذان اللي قبل الصلاة والجزء اللي بعد الصلاة وخلي الجزء الاخير ده يعني حاجة كده وردي لك بفضل الله كده بالليل كده في جو في الليل يبقى شيء جميل جدا يبقى العشرة جزاء هتقدر تقرأهم كل يوم وبالتالي تختم القرآن عشر مرات الامام الشفعي يا حبيبي في سنة صحيح كالشمس كان يختم القرآن في شهر رمضان كم مرة ستين مرة لكم أن تتخيلوا مرة بالنهار ومرة بالليل ومع طبعا تباعد الزمان بنا وبين الامام الشفعي فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من علامات الساعة الصغرى تقارب الزمان قال صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة والساعة كاحتراق السعفة يعني زي عذي كبير كما بيولع سبحان الله يبقى إذن في تقارب في زمان نعم وأدلة كثيرة جدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما راح ابن مسعود صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فوجده في ركعتين فقط قرأ بصورة البقرة ثم قرأ بصورة النساء ثم قرأ بصورة آل عمران قل لي يا شيخ محمود ده مش الترتيب أيها بس النبي صلى الله كده ساعتها فأخبر بالك وده دليل عن أن ده مش تنكيس لأن التنكيس في القرآن أنت تقرأ في الرقعة الأولى من آخر الصورة وفي الرقعة التانية من أول نفس الصورة ده اسمه التنكيس وده منهي عنه طبعا إنما لو قرأت في الرقعة الأولى سورة النساء وفي الرقعة التانية سورة آل عمران لا يعتبر تنكيسا وإن كان هذا خلاف الأولى فالأولى هو الترتيب في القرآن تمام كده فالنبي قرأ كل ده والنبي كان إذا قرأ القرآن يا أحبابي كما قالت أم أمنا عائشة رضي الله عنها تستطيع أن تعد الحروف خلف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يقرأ القرآن بتأنن شديد حتى أن أنت بتتبين كل حرف طالع الزال فتخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم في رقعة واحدة يقرأ بصورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران وخبال حضرتك ثم بعد ذلك المعجزة بقى الكبيرة بقى إن ابن مسعد بيالك فكان ركوعه قريبا من قراءته يعني الركوع كان بقدر قراءة البقرة والنساء وآل عمران قال ثم قام فكان قيامه قريبا من ركوعه وقراءته ثم سجد فكان سجوده قريبا من قراءته يعني كل حاجة في الصلاة كانت قريبة من مدة القراءة بفضل الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل كل ذلك ولم يطلع الفجر لسه تخيلوا فكان فيه بركة في العمر أي نعم كان فيه بركة في العمر وبركة في الوقت عجيبة فالإمام الشافعي كان بيختم الكرآن ستين مرة في شهر رمضان أنا عن نفسي جربت عن تجربة شخصية من بعد العشاء لقرب الفجر ختمت الكرآن كاملا متواصلا بفضل الله كراءة حذر طبعا تمام كده يعني ممكنة ممكنة بس بنقول برضو صعب علينا فخلينا في العشرة اجزاء طب لو ما قدرناش خلينا بقى أقل حاجة جماعة معلش آخر ما عندي بقى إيه بقى ثلاث تجزاء على الأقل يبقى كل يوم نقرأ ثلاث تجزاء ونختم ثلاث ختمات في شهر رمضان لكن أنا بقولك لو تحب تختم العشرة هتختم عشر ختمات بكل يسر وسهولة قبل كل فرد جزء وبعد كل فرد جزء يبقى كده عشر تجزاء في كل ثلاث يام بتختم ختمة ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الكرآن الذين هم أهل الله وخاصته وربنا يغنمنا شفاعة الكرآن فالكرآن له شفاعة عظيمة قال صلى الله عليه وسلم الكرآن شافع مشفع وماحل يعني محامي مصدق من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار وقال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل أنه كان بيصلي قيام الليل بالقرآن أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم الكرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف وقال صلى الله عليه وسلم اقرأوا الكرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال صلى الله عليه وآله وسلم يقال لقارئ الكرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي أي في درجات الجنة ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها أي كنت تحفظها كما قال العلماء أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الكرآن وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته